اشتركوا في القناة مادة العلوم النهاردة ان شاء الله هشرح لكم درس اسمه الانقسام الخلوي الميتوزي والانقسام الخلوي الميتوزي اسمه الانقسام الخلوي برضك الايه المباشر اتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يكرمني عشان تفهموا مني هذا الدرس وهنبدأ مع بعض كده درسنا النهاردة بالانقسام ده بيحصل فين في الجسم يعني نشوف مع بعض كده مكان حدوس الانقسام الميتوزي ده في جسم الكائنات الحية بيحصل فيه الخلايا الجسدية بيحصل فيه الخلايا ايه الجسدية طيب خلايا جسدية زي ايه لو قلت انسان وحيوان يبقى الخلايا الجسدية اللي موجودة عند الانسان والحيوان ده حاجة زي الكبد مثلا احيانا بيحصل فيه انقسام وهنقول امتى الكلية اه معروفة طبعا اه البنكري اس اللي هو بينظم السكر في الدم الرحم اه عند الاناس في الانسان والحيوان في الجلد كمان وممكن نقول في العظام كل دي خلايا جسدية بيحصل فيها انقسام ميتوزي مباشر طب بالنسبة للنباتات بقى بالنسبة للنبات بيحصل فيه الجزر بيحصل فيه الساق بيحصل فيه الاوراق بيحصل فيه البزور يبقى دي الاماكن اللي بيحصل فيها الانقسام الميتوزي طيب اه في خلايا بقى في جسمنا ما بتتقسمش خالص يعني نقول كده ما عادة الخلايا اللي انا هقول عليها دي اول حاجة كرات الدم الحمراء او خلايا الدم الحمراء البالجة ليه ما بيحصلش فيها انقسام لعدم وجود نواة واحنا في الدرس السابق اللي شرحنا فيه عملية اللي هي انواع الخلايا قلنا ان النواة هي الجزء المسؤول عن عملية الانقسام طب ما فيش نواة في كرات الدم الحمراء البالجة يبقى بالتالي ما فيش ايه انقسام خالص والخلايا التانية اللي هي الخلايا العصبية الخلايا العصبية طبعا معروفة ما بتنقسمش ابدا ليه لان ما فيهاش جسم مركزي يبقى لا اقول له كده لعدم وجود اللي هو السينتروسوم او الجسم المركزي اللي هو في الخلية. يبقى عندها كرات الدم الحمراء ما بتقسمش ليه? هتقول له لعدم وجود نواة. لخلية العصبية ما بتتقسمش يبقى لعدم وجود الجسم المركزي اللي هو السينتروسوم. لكن اي خلايا تانية بقى بيحصل فيها عملية ايه? عملية الانقسام. الخلوي الميتوزي. هنشوف كده بقى عدد الخلايا اللي ناتجة من هذا الانقسام الميتوزي. عدد الخلايا خليتين. اتنين بس. بيحصل ايه بقى? بيحصل ان انا عندي خلية في الجسم في الجلد مثلا دي خلية بنسميها الخلية الام. يعني ايه الخلية الام? يعني الخلية اللي هتبدأ عملية الانقسام. الخلية الام دي عشان هي خلية جسدية بيبقى فيها العدد السنائي. اتنين ان كرموسوم اللي احنا قلنا الان دي موروسة من الام والان التانية موروسة من الاب طب لما تيجي تنقسم الخلية دي ميتوزي كلمة الانقسام معناها انها تتقسم نصين فهتدي خليتين من نفس النوع يعني لو مثلا دي خلية جلد يبقى هتدي خليتين من نفس ايه النوع وبدأ من نفس النوع يبقى نفس عدد الكرموسومات اتنين ان اتنين ان يبقى الانقسام الخلوي الميتوزي لما نقول كده تعريف الانقسام الميتوزي اللي هو بنقول عليه ايه المباشر الانقسام الميتوزي المباشر ده هو عبارة عن انقسام الخلية الخلية ايه شباب الجسدية زي ما احنا قلنا والخلية الجسدية لما بتتأسم الى خليتين ما لهم بقى هيبقوا خليتين جديدتين الانقسام الميتوزي انقسام الخلية الجسدية الى خليتين جديدتين في كل منها في كل خلية زي ما انت شايف كده? نفس عدد الكروموسومات اللي هو موجود في الخلية اللي فوق بقى اللي انا كتب عليها الخلية ايه? الخلية الام. طيب عايزين يا رباة ليه بيحصل في الجسم? الاهمية. عمل لها لكم كده بلون تاني. اهمية الانقسام الميتوزي. اللي هو المباشر. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الانقسام مهم جدا لعملية النمو. يعني الطفل بيتولد صغير جدا بعدين ينمو ويبقى زي ما انت عارفين والنمو ده مستمر لحد سن معين. يبقى عملية النمو. او مسلا لما تيكي تزرع بزرة والبزرة دي تنمو بالانقسامات الميتوزية فتديلك نبات. يبقى عملية النمو في الكائنات الحية ده بيعتبر ايه من اهمية الانقسام الميتوزي. تاني حاجة طبعا ودي مهمة جدا تعويض الخلايا التالفة. يعني حد تعور مسلا لقدر الله التعويرة دي بتقفل ازاي? الجلد بتقفل ازاي بالانقسام الميتوزي. مسلا حد لاقدر الله اتعرض لكسر في العدم طب العدم ده يلحم في بعده ازاي? برضك بالانقسام الميتوزي. يبقى تعويض الخلايا التالفة. تلاتة بالنسبة للاهمية الانقسام الميتوزي اللي هو بقى التكاثر اللي اسمه اللي هو بيحتاج فرض ابوي واحد او ابو واحد ده بيكون في الكائنات الايه? الكائنات البسيطة. الكائنات البسيطة يعني الكائنات الاولية مسلا. او بعد انواع الكائنات الحقيقة اللي هي هنتعرف عليها في اخر درس. الانقسام الميتوزي طبعا بيحصل على خطوات ومراحل واطوار هنشوف مع بعض. اول حاجة في مرحلة كده اسمها مرحلة التور البيني. التور البيني ده شباب قبل ما يحصل انقسام خالص. تعالوا كده نشوف شكل الخلية عامل ازاي? الخلية لما نيجي نرسمها هنستخدم مسلا مسترة بسيطة زي دي كده بتتبع في كل حتة. هنعمل الدايرة كده في الامتحان. وبعدين نيجي بالدايرة التانية دي كده. نروح عاملين واحدة في النص ايه? بس مقطعة كده هو. يعني تعملها زي سقوب بالمنظر ده. وبعدين هتيجي في النص طبعا انت كل رسمك بالرصاص. هتيجي في النص وتعمل اللي هي ايه? المادة الوراسية اللي انا قلت عليها كده. وبعدين جنب المادة الوراسية هتحط نقطة كده. هنقول لك عليها دلوقتي. وبعدين هنا عندنا هتعمل كده ايه? كورتين كده وطلع لهم شنبات صغيرة. وتيجي هنا في الجنب كده تعمل كورتين وطلع لهم شنبات صغيرة. وهقول لك ايه دول دلوقتي. نبدأ بقى نكتب البيانات على الرسم اللي هي حاجات ايه بسيطة طبعا. اول حاجة ده اسمه غشاء بلازمي. اللي انا برسمه ده اسمه طور البيني. وبعدين اه الغشاء اللي جوه ده عبارة عن غشاء نووي. اللي هو بيحيط بالنواة. وهي نفسها النواة. اللي بالاحمر دي بقى اسمها نوية. طبعا لها دور في عملية الانقسام. وبعدين عندك اللي هو باللون اللي اقدر ده. اللي هو حاجة بقى تسمحها الاول مرة. الشبكة اللي انت شافها عاملة زي الشبكة هي. الشبكة الكروماتينية. انت عارف الكروماتيد اللي هو بيكون الكروموسوم دي شبكة بقى من الكروماتيدات فاسمها الشبكة الكروماتينية. اللي احنا بنقول عليها المادة ايه الوراسية. ايه بقى القوار اللي انا عاملها بشنيبة دي. دي كده اسمها الجسم المركزي. وهنعرف دوره مهم جدا. اللي هو اسمه السنتروسوم. ده موجود في الخلية الحيوانية. يبقى ده الطور البيني اللي هو قبل عملية الانقسام. بيحصل ايه في الطور البيني ده? بيحصل الحاجتين. اول حاجة بتتهيأ. يعني بتستعد الخلية للانقسام بحاجتين. الف بتعمل مجموعة من العمليات الحيوية اللزيمة لعملية الانقسام طبعا. ورقم به بتعمل تضاعف للمادة الوراسية. وهقول لك ليه بتعمل تضاعف للمادة الوراسية? انت عارف طبعا المادة الوراسية اللي هي موجودة تو ان. فعشان تطلع منهم خليتين كل خلية فيها تو ان. لازم تخلي المادة الوراسية الدعف. عشان فاهم الكلام يعني مسلا انا معي عشرة جنيه وعايز ادي آآ نفرين كل واحد عشرة جنيه. طب يبقى لازم العشرة جنيه دي يبقى عشرين. يبقى نفس الكلام. يبقى حصل تضاعف للمادة الوراسية. ومجموعة من العملات الحيواء اللازمة لعملية الانقسام. في الطور الايه يا شباب البيني? طب ده بيحصل امتى? قبل الانقسام. قبل عملية الانقسام لازم الخلية تعمل الطور دا وبتعمله مرة واحدة بس. نكمل بقى مع بعض. تعالي نشوف مع بعض كده اللي هي اطوار الانقسام نشوف مع بعض كده اطوار الانقسام يعني الخطوات اللي بيحصل عليها. اللي احنا قلنا عليه اسمه المباشر. اول بقى طور عندنا اسمه كده الطور التمهيدي. خلاص بقى الخلية دخلت في عملية الانقسام. فتبدأ بقى تعمل الطور التمهيدي. تعاني نشوفها بعد كده شكل الطور التمهيدي. انا عندي الخلية زي ما قلت برسمها كده. وبعدين النواة بتاعتي بعملها بالدائرة التانية دي. في الطور التمهيدي يا جماعة الشبكة الكروماتينية اللي جوة. هتتكسف. وهتظهر على هيئة خيوط طويلة رفيعة مزدوجة. انا بحاول اجيب لك لون تاني من الالوان عشان كده ايه بتأخر في الكتابة. الشبكة الكروماتينية تتكسف اللي هيك هتعاملة زي شبكة خيوط كده. وتروح تظهر على هيئة كروموسومات بالمنظر دوت. اهي. خيوط طويلة رفيعة مزدوجة. اسمها ايه الكروموسومات. يبقى اتحولك من شكل شبكة للشكل اللي انت شافه بتاع الاكسات دوت. كل اكس من دول اسمها كروموسوم اللي هم اتنين كروماتيت. يبقى ده كده ايه بالنسبة للحتة ديت. طيب. ده اول حاجة بنقول له كده تتكسف الايه بقى الشبكة الكروماتينية. لما بتتكسف يعني ايه? يعني بتتجمع. وتكون ايه على طول بقى تكون كروموسومات. وبعدين. في نهاية اللي هو التور التمهيدي ده. هيحصل ايه بقى? هيحصل ان الغشاء النووي ده. اللي برا ده. الغشاء النووي. والنوية يتحللوا ويختفوا. لما الغشاء النووي ده يتحلل الكروموسومات كده اصبحت ان هي مش متحوطة باي حاجة. وهنا بقى هيبدأ اللي هو النقطتين دول اللي انا قلت عليهم الجسم المركزي. يبدأ يعمل حاجة اسمها خيوط المغزل. يبقى هنا اول حاجة بتتحلل وتختفي النوية والغشاء النووي. دول اتحل اه اتفككوا. وبعدين تتكون خيوط اه بتبقى اسمها خيوط سيتو بلازمية. خيوط سيتو بلازمية اللي بنسميها خيوط الايه المغزل. بتتكون من مين? من الجسم المركزي في الخلية الحيوانية. اه هرسمها كده بقى هتمتد بقى من القطبين. يعني هتمتد بين قطبية الخلية. يعني من هنا ل هنا. خيوط كده طويلة ورفائعة. وبعدين الخيوط دي بقى هتمسك كل خيط هيمسك فيه كروموسوم من دول عند السنترومير بتاعه. يبقى تتصل بالكروموسومات عند السنترومير. هرسمها بقى معاك اهيه? اللي هي الجزء التاني اللي هو بتاع في نهاية التور التمهيدي. اه دي الخلية بتاعتك. وادي اه خيوط المغزل. هتبدأ بقى ان هي تيجي من القطبين كده هوت. ادي خيط. هتعملهم بقى بعدد الكروموسومات. ادي اتنين. ادي تلاتة. ادي ايه? اربعة. وهتبدأ بقى تحط الكروموسومات بتاعتك. ادي كروموسوم اهو. هتحط بقى كروموسوم هنا كده. ادي واحد مسلا وهنا واحد تاني كده عشوائي. وزعهم كده عشوائي. تلاتة ودي واحد هو اربعة. يبقى ارتبطوا عند الايه السنترومير. كده انت خلصت التور الايه التمهيدي. ناخد خط كده ونبدأ مع بعض التور اللي بعد منه. نشرح التور التاني اللي هو التور الاستوائي. التور الاستوائي. كل اللي بيحصل فيه ان الكروموسومات بتترتب عند خط استوائي الخلية. يعني بقول له كده تترتب الكروموسومات عند خط استواء الخلية. يعني يا جماعة عند نص كده الخلية بالزبط يترتبه واربع دي ومرصة حلوة. حرسم برضو نفس الكلام. طبعا الرسومات يا جماعة مهمة جدا. عندك الجسم المركزي بتاعك اهوة. خيوط المغزل. الاربع خيوط كأنهم اربع حبال غسيل كده وعليهم اربع مشابه غسيل. خليك فاكر. وبعدين هعمل لك الكروموسومات بالون تاني. هبص كده ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. فين يا جماعة? في نص الخلية بالزبط. يعني عند خط الاستواء. كان دي كرة الارضية وده خط الاستواء بتاعها. بس كده التور الاستوائي خلص بكل سهولة. ناخد خط وبعدين نعمل التور اللي بعده. تلاتة عندنا بقى اللي هو التور الانفصالي. التور الانفصالي ان عندك الكروموسومات اللي قدامك اعملها باللون الاحمر دي. الكروموسوم عامل كده متصل بالسنترومير هنا ها. لا السنترومير ده يتقسم بالنص كده بالطول. فيبقى عندك كروماتيد في الجنب ده وكروماتيد في الجنب ده. كل واحد فيهم يبعد لان خيوط المغزل هتبدأ تتقطع وتتقلص. يبقى التور الانفصالي لما تيجي ترسمه هو عامل كده زي حباية السوداني. هرسمه لك ايه برضو بالمسطرة. اه هنعمله كده هو. وبعدين نروح جايين عاملين الجزء التاني بالشكل ده كده. فيبقى ايه الخلية? تحس انها اتفعصت من نص كده عاملة زي حباية السوداني. وبعدين هعمل لك انا الجسم المركزي بقى ايه فوق وتحت ايه? لان هم موجود هنا كده اللي هم الحبيبتين بشناب. وبعدين طلع يا عمي اربع خيوط كده متقطعين. هم? لانه خيوط المغزل بقى ايه سحبت بعضها كده وتقلصت وتقطعت كأنهم بيتشدوا من بعد كده. طيب اه لما الكرموسوم ده يتقطع اتنين يبقى واحد هنا واحد هنا. واحد هنا واحد هنا اهو بالمنظر ده. لان كل خيط شابك في كروماتيت. يبقى دول كده عبارة عن مجمواتين من الكروماتيدات المتمثلة عند كل كد. يبقى بقول له بيحصل ايه? ينقسم في هذا التور ينقسم السنترو مير بتاع الكروموسوم طوليا الى كروماتيدين. اه كل كروماتيد بقى ايه? حسن لي بقى تتقلص وتنكمش خيوط ايه? خيوط المغزل. هتسحب بقى ساحبة الكروماتيدات نحو كطبي الخلية. كده بص الكلام بقى واصبح واضح. ان الكروموسوماتي تقسمت نصين نص هيبقى في الخلية اللي بعد كده هتبقى دي. ونص في الخلية اللي ايه? دي. هنوصل بقى على اخر حاجة اللي هو التور النهائي اللي هو بقى نهاية الانقسام. هيحصل بقى حاجة اسمها تغيرات عكسية. ايه التغيرات العكسية دي? يعني عكس اللي بيحصل فيه التور التمهيدي. ايه بقى التغيرات العكسية? احنا قلنا في التور التمهيدي بتزهر خيوط المغزل. هقول له هنا تختفي خيوط المغزل. طيب قلنا في التور التمهيدي النوية والغشاء النووي بيختفوا. لا هيزهروا هنا. يبقى تظهر النوية والغشاء النووي. طب لما الجشاء النووي يتكون هيحصل ايه بقى? هتتكون انوية جديدة بقى. على طول تتكون نواتان جديدتين. تتكون نواتان جديدتين. لان كل جشاء النووي هيحيط بايه? بشوية الكرموسومات اللي تقطعوا. وبعدين نشوف مع بعدي كده الرسمة اللي بتعبر عن الكلام دوت. ادي الخلية هيت الاولانية. وادي الخلية التانية. خلاص بقى يعني دخينا على عملية الانقسام. قربوا انقسموا. وبعدين عندك بقى هيزهر النوية كده. وادي النوية بتاعتنا هي. وبعدين هيزهر بقى جواها ايه? الكرماتيدات. عندك اربع كرماتيدات. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. ودي واحد اتنين تلاتة اربعة. اللي هم كانوا متقطعين من شوية. النوية هتظهر هنا وهتظهر هنا. خلاص كده اصبح عندك الخلية جاهزة لي عملية الانقسام. بعد كده هبص لقي ان هو هيديني خليتين بقى. هيديني ايه? هيديني خليتين. هرسمهم لك هنا تحت كده. اهم. ادي خلية من الانقسام. وادي خلية. هترجع بقى النواية تاني زي ما كانت. والكرموسومات تتحول للشبكة الكروماتينية تاني. بالمنظر دوت اللي انا هعمله. بص لقي الكرموسومات تتحول الى شبكة كروماتينية. واصبح عندي خليتين. يرجع بقى الجسم المركزي اللي هم حبيبتين كده بشناب. همت. حبيتين كده وتحط لهم شنب صغير. واحدة هنا كمان وتعملهم. والنواية. وادي النواية. يعني اصبح عندك خليتين متماسلتين. يبقى كل خلية فيها كم كرموسوم فيها طبعا اتنين ان كرموسوم. زي الخلية الام اللي هي حصل لها عملية الانقسام. طيب لو انا عندي خلية نباتية. معروف ان الخلية النباتية نفيهاش جسمي مركزي. طب لو هي بتتقسم هتطلع خيوط المغزل منين من تكسف السيتوبلازم. يعني الخلية اللي هي النباتية بتكون خيوط المغزل من تكسف ايه السيتوبلازم. كده بقى احنا خلصنا الانقسام الميتوزي. المباشر لو جالك سؤال قالك احسب عدد الخلايا آآ الناتجة من الانقسام الميتوزي. مسلا لعدد تلات انقسامات متتالية. هتجيبهم ازاي عدد الخلايا. في ناس يقول لك ايه انا اقول خلية اتنين والاتنين اربعة والاربعة يبقوا تمانية واقول تمن خلايا لا ممكن تقولها بالطريقة دي. ممكن تقول كده عدد عدد الخلايا بيساوي اتنين قص نون. ونون دي هي عدد الانقسامات اللي عطالك في السؤال. يعني لما يقول لك مثلا تلات انقسامات يبقى انت هتقول له اتنين قص تلاتة. يقول لك مثلا اربع انقسامات يبقى اتنين قص اربعة. ولو عملتها بطريقة حسابية بسيطة هتطلع معاك تمن ايه تمن خلايا. في الانقسام الميتوزي عدد الكروموسومات بيبقى سابت في الخلية الناتجة زي الخلايا اللي انقسمت مفيش اي حاجة بتحصل فيها تغيير. اخر جزء في الحتة دي اللي هي حاجة اسمها زراعة الكبد. طبعا الكبد يا جماعة من الخلايا بتاعته لا ينقسم ابدا الا في ظروف خاصة. الظروف الخاصة ان الكبد يحصل له عملية جرح مسلا. او يحصل له قاطع لحد تلتيه يعني السلسين بتوعه. فبيحصل ايه? بينقسم الكبد في الحالة دي ميتوزي ويعود اللي فقده. فجمل الاطباء والعلماء عملوا ايه? قالوا ناخد جزء من كبد سليم اه متبرع لشخص مريض عنده كبد بايز. ويبدأ بقى نزرع له هذا الجزء. هذا الجزء ينقسم ميتوزيا فيكون كبد لدى المريض. والمتبرع الحتة اللي قطعناها منه ترجع ترجع تاني بالانقسام الميتوزي. يبقى ده الكبد. اه لا تنقسم في الاحوال الايه العادية. يعني الاحوال العادية اللي احنا فيها دلوقتي كده ما بتنقسمش. لكن لها القدرة على الانقسام. بس ام تبقى ربنا طبعا ما يكتب على حد. اه تحت ظروف بتكون ظروف معينة. يبقى دي كده نتيجة الانقسام الميتوزي والنهاردة شرحناه. اتمنى من الله ان انتو تكونوا فهمتوا الدرس. انا معكم كبير معلمين محمد علي. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.